التحلل الكهربي للماء التحلل الكهربي للماء هو أبسط الطرق لإنتاج الهيدروجين كوقود مستقبلي بديل للوقود الحفري جهاز الفصل الكهربي يتكون ببساطة من خطبين كهربيين وتضع الماء في الخلية الكهربية ويتم أضافة هيدروكسيد البوتاسيوم مع الماء عند توصيل الطيار الكهربي تنشط الجذيئات الماء ويتجه الهيدروجين إلى القطب السالب الكاثود ويتجه الأكسوجين إلى القطب الموجب الأنود أجهزة الفصل الكهربي تستطيع إنتاج هيدروجين بطريقة فعالة جدا وآمنة ويمكن استخدامه كوقود بطريقة فعالة جدا زالتاج المملكة زالتاجم بطريقة SAMU زالتاجم واقع زلتاجم واقع زلتاجم오 زلتاجم